أعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام بالإضافة إلى الرؤساء عدد من الشركات القابضة حيث تم الاتفاق لدى مستحقة لقطاع الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع العمل العام مع المصدقة على ثلاثة أسابيع على قيمة المديونيات وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية ما تم الاتفاق عليه لضمان إنهائي هذا النسق غير الصحيح الحفاظ على حقوق الدولة وتمكين قطاع الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها والارتقاء الدائم بها لتكون على نحو الأفضل